موسيقى انطلق الموسم الفلاحي لهذا العام وانطلقت معه بشائر الخير اثر التساقطات المطارية التي عرفتها جهة سوسماسا وضرعة مما ادى الى تحسن مخزون مياه السدود بهذه الجهة سد عبد المومن الواقع بحوض سوسمن اهم هذه السدود دوسعة تبلغ مئتان وواحد مليون متر مكعب هذه المنشأة المائية تلعب دورا مهما في مد المناطق المجاورة كحوض السن وولاد تايمة بمياه السقي وتزويد اقادير الكبير بالماء الصالح للشرب معدل ملئه تحسن بعد التساقطات المطارية التي عرفها الحوض خلال هذه الايام والحمد لله بعد التساقطات اللي بلغت في شهر اكتوبر 150 مليمتر الشيء اللي ادى الى ارتفاع نسبة المياه في سد عبد المومن اي بما يقارب 45% من نسبة الملء الشيء اللي غادي يمكنناه من تزويد القطاع الفلاحي ب60 مليون متر مكعب اللي هي اصلا مخصاليه في كل عام وحنا الحمد لله فباقين في الاول دي السنة الفلاحية والخير ان شاء الله جاي من هنا القدام واردات مائية مهمة عرفتها سدود جهة سوس مسا وضرعة فقد بلغت نسبة الملء لحقينة هذه السدود الى غاية الخامس والعشرين من هذا الشهر مع مجموعه مليار ومئة مليون متر مكعب اي ما يوازي 72% من الطاقة الاستيعابية لهذه المشاءات ولله الحمد لنا منطقة دي السبسة عرفت خلال اسبوع المنصاري متساقطات بطارية مهمة جدا اللي ممكنت من رفع نسبة ملء السدود من 56% الى الان مؤدة 72% والحجم الان تتوفر على نسبة الملء دي السبسة في مجموع سوس مسا وضرعة و 63% في مجموع سوس مسا اللي كتتوفر على تقريباً عشرة دي السدود في المنطقة لحجم الحاقينة دي لهم مليار وربعمية مليون اذا الحجم متوفر حالياً دي 72% تقريباً مليار مليار ومئة مليون متر موكعب اللي كتوفر على دفع حاقينة السدود هذه تمكننا ان شاء الله من تلبيات الحاجيات دي القطاعات الفلاحية وكذلك الشرب والصناعي لما يناهز تقريباً سنة ونصف الى سنتين الان كيف شرط ليه في البداية انه احنا ببداية بوسيم الأبطار هذا سبع المنصاري متوصلة المنطقة بتقريباً ما بين 80% مليمتر حسب المناطق وبواردة مائية تقريباً دي لـ 24 مليون متر وكعب موزعة على جميع سدود المنطقة إذن ولله الحمد في هذا المخزون هذا اللي تشكل في البداية من السنة المنصارمة وبتدبير محكام وكذلك حجز تدبير هذه الحاقينات يمكننا من توفير هذه الحجم هذا اللي يمكننا من مواجهة هذه الحاجيات وتلبيات الحاجيات المستقبلية ونتمنى ان شاء الله أنه 32% ترتفع مستقبلاً بما أنه احنا في بداية الموسم الأمطار كذلك هذه الأمطار هذه لو سواء من السنة المنصارمة وكذلك هذه السنة ممكنت من تغذية الفرشة المائية الفرشة المائية لا زالت هي الموريد الأساسي لقطاع الفلاحي في المنطقة كانت تعطيت قريباً ما ينهيز 700 مليون متر مكعب في السنة للقطاع الفلاحي ودازل هناك واحد نوع من استغلال المفرد ولكن مع الشركة ديناف قطاع الفلاحي كذلك الجهة التي تنشكرها الشركة جزيلا الشكر للجهودات التي تبلها معنا لإمكانيات إنقاذ هذه الطبقة المائية وكذلك حفاظ على الموالد المائية في المنطقة فهناك تقريباً السقي بيتنقية التي تقريباً على وشك التعميم في المنطقة وهذه السقي بيتنقية سيكون من تأمين اقتصاد أحجام مهمة من الأملاع هناك كذلك اللجوء إلى المياه لغير اعتيادها فتحليات المياه البحر للسقي ستتتل لأول مرة في المغرب ستكون هنا في المنطقة في منطقة ديشتوكا وهناك كذلك اللجوء إلى عدد استعمال المياه العادية وخاصة في اللي بدنا فيهم في السقي مساحات الملاعيب القولف وكذلك المساحات الخضرة في منطقة ديشتوكا إذن هذا الاتماد على الموارد المائية إضافية لأن في المنطقة كذلك هي محتاجة إلى جميع تعبيعات جميع الموارد المائية بالإضافة إلى تعبيعات ما تبقية من تعبيعات يمكن أن تبعدهم من مياه السطحية هناك برنامج ديشتوكا وهو مصطر هناك اللي حالياً في طور إنجاز وهناك اللي هي موجودة في السنوات المقبلة وسط هذه الأجواء الممطرة واستناداً لهذه المعطايات مكنت أمطار الخير التي عرفتها منطقة سوسماسا خلال هذه الأيام من تحسين وضعية حقينة سدود هذه الجهة ما سيمكن من تأمين حاجيات القطاع الفلاحي لهذا الموسم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر